تأخر إقرار الموازنة الجديدة في السودان ساهم في زيادة الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد انعكست على معاش المواطنين وزادت حالة الركود التي ضربت الأسواق الوضع الاقتصاد اللي نحن عايشينه ده المواهي والرواتب ما بتكفي نحن كان زمانا القوة الشرائية اللي عندنا موجودة كانوا موظفين الموظف هو كان يمشي بيصرف بيأكل اليوم والوليوم التالي واليوم التالث واليوم الرابع أسح عليها موظف بيقرار دموك في اليوم يقوموا معي قدر يشتري وجراء الإحجام الدولي عن دعم السودان اعتمدت الدولة على إنفاق المستهلكين والضغط على القطاعات الانتاجية بغرض زيادة الإيرادات وبموجب ذلك قفزت أسعار المنتجات وتراجعت القوة الشرائية صروا حيوانية فوق الـ 150 مليون راس دهب الجبال شنون ما عندنا نحن نحن الأيدي العامنا كلها للأسف الشديد بتهاجر خارج السودان في حفنة بتاعة قروش بسيطة ما بالغ بسيطة بتدالهم لكن لو قالوا هنا قاعدوا في السودان ونسووا صدقنا السودان في فترة بتاعة عشر سنة هنكون في مصافي الدول المتغدمة أزمات متلاحقة أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها السودان أرهق تعاتق المنتجين والمستهلكين على حد سواء تكلفة الإنتاج أدت لارتفاع أسعار المواد الصناعية وانهيار القوة الشرائية أدى لبيع المنتجات الصناعية أحيانا بأقل من سعر التكلفة وده أدى لخروج عدد من المصانع من دائرة الإنتاج ومصانع أخرى قامت بتخليص العمالة غلاء في السلع الاستهلاكية وأعباء اقتصادية يومية وضعف الرواتب الشهرية معادلة معقدة تبحث عن حل من خلال موازنة العام الفين وثلاثة وعشرين زيادة الجبايات والرسوم وكلفة الإنتاج ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية وتراجع قيمة الجنيه السوداني أزمات فاقمت الوضع الاقتصادي وألقت بالظلالها السالبة على أوضاع المواطنين الذين يطالبون بالتوسع في أسواق البيع المخفض لرفع المعاناة عن كاهلهم طارق بابكر قناة الغد القرطم